يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعيني زيكو يا مرات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بتمنى منكم قبل اي حاجة كده تحطولي اشيائي لايك واشتراك وتعليق لقناة من وعات عالم لوك بحبكم بالجد من القلب عايزة كده دايما تحافزوني ودايما تبحثوا عن اسم القناة انا مش اكبر الى بيكو انتو يا احلى اخوات ليه على اليوتيوب اول حاجة كده حبيت ان انا نصبح كده عليكم ويقال لكم ابدأ كده بيومي ان انا هنضف غرفة النوم كده وازبطها وابدأ ان انا انضفها ونبدأ كده يومنا كده مع بعض قبل اي حاجة نصلي ونسلم ونبارك على الرسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا كلكم يعني مش كلكم بعضكم المتعود دايما وبيشوف روتينات لوكا دايما بتعود بنا على النشاط والحيوية زي ما انتو شايفين كده بس انا بحب ان انتو تكتبولي كده تعليقات كده تحفزني استمر يا لوكا روتيناتك حلوة تسلم ايديك يا لوكا بجد فيديوهاتك حلوة بتعجبنا حاجة كمان بتمنى منكو دايما تشيروا الفيديو بتاعي على وسائل التواصل اللي تبعكو كلها اذا كان صفحة فيس عمد صاحبتك ايه تقولي لصاحبتك قناة من اوعات علي ملوكا اخشي بحاسي عنها واشترا كلا وتبعيها قناة حلوة يعني تعملولي شير كده يعني انا عايزة العيلة تكبر هنفضل كده العيلة كده صغيرة لغاية امتى يا جماعة انا عايزة العيلة تكبر بينا ايه انا طبعا مش هكبر الا بيكو انتو انا مش هكبر لوحدي فعايزة العيلة بتاعتنا تبقى عيلة كبيرة وعايزةكو بقى تساعدوني ان احنا نوصل للهدف ده ولا انتو مش حابين وجودي ولا ايه بالضبط انا بتكلم على اللي بيحبوني على اللي بيتابعوني على اللي اول مرة يشوفوا فيديو لي ويعني حسوا من الفيديو انهم اخدوا طاقة كده ايجابية حسوا كده بنشاط حسوا بحيوية بتمنى منهم انهم يعملوا كده معايا وكل يوم يبحثوا عن اسم القناة عايزة كده دايما كلما ادخل كده ابص على القناة وشوف نسبة البحث قلقها بتاعلى المتوسط يعني بتمنى من كنتو تشوفوا نص الفيديو يعني على الاقل لان اقل من كده بيدمر الفيديو اليوتيوب مش بيكترحوا على ناس تاني تمام؟ ده يعني ايه قرم منكم ليه اكبروا بخاطر ربنا اكبر بخاطركم كلكم اجمعين طبعا بدأنا بقى الروتين بتاعنا ده بقى بدايته قبل كده كان مقتطفات من الفيديو طيب عملت ايه بقى؟ اول حاجة قلت بقى ايه؟ ايه شلت الكراكيب والحاجات اللي كانت على السرير من فوق اذا كان بطاطين ايه لحاف السلوك هدوم كل ده بدأنا ان احنا ايه؟ نشيله وطبعا ايه شلت كمان الفرش بتاع السرير واول حاجة كده باجي اعملها بقمجة فتحة الشباك ومنفضة طبعا انا ما بفتحوش كله انا بفتح بس السلك وبنفض كده الشيش بخاف افتح الشيش لانه مطل على المسقط وبيبقى فيه فران فانا بخاف بجد يعني طيب انت ممكن يا لوكا برضو تفتح الشيش وتقوم جاي قفلة وسايبة السلك هم واكلين السلك قبل كده فانا بخاف بجد يعني اكتر حاجة بترابني في الحياة هي موضوع الفران دي طبعا ايه مش هقفله كله ولكن هسيب بقى السلك كده عشان يهو هبدأ بقى كده امسح الاية الكرآنية دي ونفض كمان القلب ده اي حاجة كده عليها طراب او البول كده نفضيها يعني ما تستنيش انك مثلا لازم تعملي تنظيف عميك لما الدنيا تبقى كلها طراب همسح بقى شباك السرير احنا بنقول عليه شباك السرير معارفش انتو بتقوله علي ايه طبعا كل مكان ولو لغة معينة لو اسمه معين على اي حاجة تمام الملاية كانت عند نظيفة والدفية بس كان عايز بس انهم ما يتشالهم ويتنفضهم ويتزبطوا طبعا انا شلت البطانية وشلت اللحاف حطتهم كده يتهوم ويتشمسهم وبحط كمان عليهم معطر بيبدأ ان هو ينشف عليهم كده وتبقى راحتهم زي الفل بس ابوهم انهم يتهووا ساعتين تلاتة كده يعني حط بقى المخدة والخدادية هبدأ بقى اروح عند الكومودينو وزبطته وكمان الشمع الخشب دي كانت اللي دون كده مش مترتب عليها قلت ان انا ارتبه والتسريحة زي ما انتم شايفين برضو مش متزبطة خالص وحاجات مش في اماكنها وزي ما انتم شايفين كده برضو هزبطها ونظفها وارجع لكو تاني هتشوفوا الفرق طبعا مسكتا رتبتا ومساحتا كلها وكل حاجة رجعتا مكانها ايزا من شايفين كده زبطتا وبقت زي الفل طبعا بقى هبدأ ان انا اشيل المشيات اللي في الارض عشان اشيلها نفضها واكنس القوضة وامسحها انا على طول بشيل هنا المشيات وبكنس وبامسح لاني سهل يعني انك تشيل المشيات لكن طبعا في الصالة مش كل يوم هتشيل السجات وتنظفين ده كده روتين يومي كده انا يعتبر يعني ايه يوميا بعمل كده في القوضة طبعا انا جبت بقى مية كده علشان امسح وكمان الشرشوبة بحط في المية دي بقى شوية ملح شوية خل شوية اريل او بريل وطبعا شوية كولور همسح بقى كده القوضة طبعا دي كان تاني او تالت مرة يعني طبعا مش بصور لكم بقى الحاجة بحزافرة علشان طبعا انا مش حاب ان الفيديو كون طويله عليكم تمام انا بحب الفيديوهات تبقى فرنج متوسط يعني احيانا بنازل برضو فيديوهات طويلة بيتبقى مثلا طويلة اطول من كده يعني ده اللي انا اقصده او اقل من كده بس هرنج بقى ان انا دي بقى انا نازل فيديو نس ساعة اكتر من نس ساعة انا مش ببقى أحب ده لان الفيديو كده بيسقط مني لان المتوسط بيبقى عليه قليل وبرضه بحب ان انا اراضي الطرفين احيان بنزل فيديو 10 دقيق 13 دقيق 18 20 22 يعني بالنوع كده اللي حابب الفيديوهات الطويلة هيلاقي اللي حابب المتوسط هيلاقي وبرضه لو عايزين اصولك اي حاجة اكتبولي في الكومنتات وزي ما تشايفين كده انا نضفت القودة وخاليتها زي الفل وكان اللحف خلاص بقى كده ايه اتهوى وبقى حلو جبته بقى كده وحطيته وكده خلصت القودة وبقيت زي الفل زي ما انتوا شايفين دخلت كان عندي غداء من مبارح سخنته واتغدينا وكمان قلت بقى اشطب معاكو كده الموعين شايفين كبايات البلاستيك دي انا جايباهم كده الخمس كبايات بعشرة جنيه على بعضهم حلوين بجد كل فردي انا من افراد الاسرة اللي كباية معينة عارف لونها وتبقى بتاعته بتوفر كمان علينا كبايات الازاز كانوا دايما كل واحد فيهم يجيب كباية ازاز ويشرب منها لكن كل واحد كده كبايته بتتشطف في ثواني وكمان يعني بحافظ على كبايات الازاز من الكسر لان بصراحة بيكسروا لي كبايات كتير بقى بقى حطة كبايات كده على الارج ويكل شوية بياخدوا كبايات ازاز ويروحوا يشربوا منه ويركنوا اللي بيشرب مرة يحطها جنب الكبايات حد تاني يروح يشرب يدخل على المطبخ يجيب كبايات تاني وانا جا بص الاقي بقى كبايات بره مش عايز اقول لكم يعني واحيانا وهم بيشدوا كده مثلا الكل من ميجيبوا حاجة بيوقعوا كمان الكبايات فبجا بص الاقي كبايات عندي بتتكسر كتير قلت لأ الحل ليهم الكبايات البلاستيك بس انا عندي جوبة بقى مالوش فيه كبايات البلاستيك ده خالص مش عارفة يعني عنده عقدة منها ليه هو الوحيد اللي مصر يشرب في الازاز برضه مصر اي حد فيكم عايز وصفة معينة اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات ونصورها لكم باذن الله طبعا بما ان الاكل كان عندنا بقى بايت فيعني ايه كنت قبلها بيوم كان عندي رز وبسلة ولحمة فكان متبقى غدا فانا سخنت على طول فانا قدلت بقى يعني ايه هسخن بس معكم لكن لما بيكون فيه تحضير غدا انا بصوره معكم عشان لو فيه تكات فيه اي حاجة مثلا بضفها زيادة اي معلومة لو انت بانوتا وكده وبتشوفيني مثلا ومش عارفة تطبخي اول مرة تخشي المطبخ ممكن تستفدي مني باي معلومة او باي حاجة وكده خلاص قربت بقى ان انا اشطب كمان المطبخ وهنبقى كده معاكم الفيديو اواق كوني وصلت لمايا لغاية دلوقتي وانسيت تحطيلي اللايك اهم حاجة اشيائي لايك اشتراك تعليق محفز بجد حلمي ان نفسي القناة تكبر فيه ناس ما شاء الله يعني قناتهم بتكبر بسرعة بس بيبقوا مروجينها وبيصرفوا عليها كتير ربنا المستعان ربنا عنا ويقوينا كلنا بتمنى بس كده لو الفيديو اقترح عليك وانت اول مرة كده تشوفوا القناة عندي ايه دعميني واقفوا جنبي وبحاسي عن اسم القناة كل يوم وشطبت المطبخ وشطبت البوتجاز وخليت بقى ايه المطبخ كده زي الفل وكفية عليكم قوي كده انا مش بحب ان انا اطول عليكم اكتر من كده وفي نهاية الفيديو بقول لكم بحبكم بجد من القلب يحلعي لليه على اليوتيوب ماستلم باي باي